طيب معيش هي نقطة بس فرعية شوية أنا عايزة استفسر من حضرتك عنها هو ليه مفيش حضانة للأب ما ممكن الأب ما يكونش متزوج أصلا بعد ما طلق ونفصل عن أم الأولاد ما يكونش متزوج ويكون عنده ظروف مادية ومعيشية أحسن بكتير وأفضل بكتير أن الولد يقعد أحسن ما يقعد مع جدته اللي هي أم الأب فإندم مفيش أولا الأم أم الأم بتعطي القيمة والتربية وتستطيع أن هي تعكف على الملاحظة الأولاد وعندها وقتها وتقدر أن هي توازن أمورها معا الأب ده راجل عنده شغل وعنده كيان وعنده مرواح وعنده مجي وبعدين الأم مثلا مع البنات هي شيء تواجدها شيء أساسي أكتر ممكن من الولاد والأتنين أنا أعتقد أن الأتنين يتساو بس يمكن مع البنت البنت بتقول أسرارها بتقول ظروفها هتبقى صعبة جدا على الأب إن هو يعطيهم حتى كامل المساحة والوقت اللي بتعطيهم الأم فالكلام هنا مش قصة إن ليه مش من الأب وليه من الأم وحتى في القرآن موجود وفي الأم لها جلال والقيمة اللي بتعطيها كأم دي ما فيش أب بيقدر يديها طبعا